افكار وطاقات وحماس هناخدهم مع بعض النهاردة من السيدة اللي موجودة معنا شوية تنظيمات تروتينات كلهم بالفعل افكار حلوة جدا تعالوا مع بعض كهن استمتع بالفيديو اللذيذي النهاردة ونبدأ الفيديو مع بعض بالصلاة عن نبي ولايكاتكم الحلوة ويتعليقاتكم تحت وعايز اعرف اكتر مقطع هيعجبكم النهاردة هيكون ايه وطبعا بشكر كل الناس اللي بيتبعني من كل مكان وبقرأ اكيد كل التعليقات بتاعتكم وبحاول اكيد ان انا اشتغل واكتهد عليها ويلا بينا كده نشوف السيدة اللي موجودة معنا النهاردة بقى افكارها بشوية كمان برضو الاحتياجات للبيت عندها كم محتاجهم وبدأت بالفعل تقفارهم لنفسها وزي ما احنا عارفين ان حتى دلوقتي شجر النجارة ده بقى فك وتركيب ومعظم الحاجات بقت يعني اعتبر تفاصيلها بسيطة وسهلة جدا لا بتاخد معاكي وقت ولا كمان يعني اعتبر صعبة يعني انت في بيتك تقدري تفكي وتركيب كل حاجة بمنتهى السهولة وبالفعل كدلوقتي كمان بدأت تحط معانا السجاد حتى المنظم بتاعت تسريحة بتاعتها ادرت بالفعل كده زي ما شفنا الفواصل دي تركبها بمنتهى السهولة والموضوع ما اخدش معاها وقت نهائي شوية تفاصيل حلوة وبدأت بالفعل كده تفرش وتنظم الغرفة بتاعتها بمنتهى السهولة يعني التصميمات والديكورات والافكار الجديدة اللي بنشوفها مع بعض حاجة بالفعل كده تهوز جدا حتى شكل البيت بالديكوراته بالافكار الحلوة بتاعته بكل حاجة ممكن تكون مودرن هتشوفوها معانا النهاردة هتغير المودة طبعا بقى روتيناتها ما اقولكوش عليها ده كمان اللي انت هتكتشفوه دلوقتي معانا طبعا جات دلوقتي من بره وكانت جابة شوية مشتريات ورجعت معانا البيت يلا بينا نعين كل حاجة في مكانها ننظم البيت بسرعة كده حاجات يتلاجع في مكانها طبعا الحاجة اللي هتتغسل الحاجة اللي هتتوضب تبدأ كمان كده معانا بخطوات بسيطة تحضر يعني طبق صلطة خفيف وسريع طبعا بس سواء انت هتعملي فطار غدا عشا زي ما انت حابة المهم يعني طبق متكامل كده في كل الحاجة اللذيذة اللي ممكن تعملها لنفسها يعني عمتا طبعا شغل البيت زي ما بياخذ معاك وقت زي كمان اكيد ما بتفقري في نفسك وان انت تعملي نفسك حاجة حلوة تبدأ بيها يومك وبالفعل كان دلوقتي بدأت تلم معانا كل حاجة الالعاب التفاصيل السريعة تحضري كمان كده طبق غدا سريع طبق حلويات سريع جاري كان شغل غسلت الأطباق على مجموعة من الحاجات او تحويش فيها شوية تكمليهم في نهاية اليوم طبعا توضيب البيت بسرعة تهوية البيت حتى يعني التفاصيل الصغيرة اللي زي دي هي طبعا اللي بتنقلك بيتك لحاجة تانية خرص وكمان في نفس الوقت نفسيتك مجرد ما بتشوفي طبعا شكل البيت مورش للأعصاب مفيش عندك كركبة بصورة كبيرة شكل البيت منظم أكتر مفيش بقى لا كركبة ولا فوضى وأظن كل خطوات التنظيم والترتيب اللي احنا بنشوفها دي أكيد بتحفزنا كلنا مجرد طبعا ما بتشوفي شكل البيت كويس شوية كمان دي كورات ممكن تكون مختلفة شكل كمان التنظيم والترتيب في كل حاجة حتى كمان يعتبر روتينها الشخص اللي بتقوم بي واستخدامها طبعا لفرش الميكوب بتاعتها وحتى تنظيفها وغسالها ليها واني الحاجات دي بتفرق جدا طبعا تخيالي كده ان حتى مجرد بيجيب لنفسك طقم جديد وبتبدأي تشغال عليه غسالة الأطباء عشان تتطمين كل حاجة نظيفة وزي الفل خطوات صويرة بتعمليها بين النظام والترتيب لكن طبعا كفيرا هي تنقلك بيتك لمكان تاني خاص طبعا تخيالوا كده معينا ان اول باول شكل البيت ممكن يمشو يختلف معاك بشوية ديكورات وافكار زي دي دي طبعا بقى كده من الخطوات اللي كلنا دايما بندور عليها شكل البيت تنظيمه حتى كمان الخزانة اللي موجودة عندك في السجير اللي انت ممكن تحط فيها القفارات والمميلات الزيادة المخدات الزيادة السجادة الزيادة عندك في البيت يعني كل واحدة بتستغادل حاجات دي زي ما هي عايزة وزي ما هي شايفها كل الحاجات دي طبعا بتفرق جدا في حياتك واظن حتى الدلاب او الدريسينج روم او الجزامة الصغيرة وكمان دا يرجع اكيد برضو الافقارها الحلوة ومش على قد كده بس دا عمعت معانا وصفة سمك ما اقولكوش بقى يابت معانا السمك كده الوقتي وتقبيلة حلوة من الخضار زي ما انتم شايفين والشبت وشوية كمان من التون والزيت زيتون زي ما شفنا وشوية خضار وبدأت تحطوهم بالشكل دا وجابت دلوقتي معانا تشكيلة تانية من الخضار الدورة وشوية من زيت الزيتون ورشة ملح ورشة كمان كده من التوابل والبابريكا وبدأت بالفعل تدخلهم في الارفراير بتاعتها وهنشوف دلوقتي كمان استخدامتها يعني بتقولك الاتنين استواف نفس الوقت وطلعتهم كده اكلة سريعة وبسيطة جدا وبدأت بالفعل تغسلها معانا بتقولك بغسلها يا دوي او بدخلها في غسلت الاطباء يعني الفكرتين واحدة مفيش اختلاف ابدا لحد طبعا ما بنوصل للصورة والشكل اللي احنا عايزينهم وبنقدر كمان اكيد ان احنا نباهر مع بعض بحاجة ممكن تكون مختلفة شكل وستايد ممكن يكون جديد هي دي طبعا بقى كده الافكار ممكن كلنا عايزين نشوفها تجديد البيت وخويل الافكار دي هتختلف اكيد بالنسب لك حتى كمان وانتي مسافرة تعالوا مع بعض نشوف كده ازاي بتحضر شنطة السفر وبتبدأ كمان تاخد كمية كبيرة لكن كل حاجة منظمة اكيد في مجموعة من المنظمات اللي بالفعل بتخلي الشنطة بتاعتك تاخد كل التفاصيل اللي شفتوها دي معانا يعني الموضوع بالنسب لك هيبقى سهل وبسيط لكن مع شوية ترتيب وتنظيم صغيرين زي اللي قدامنا دول حتى كل الشنط اللي انتوا شايفينها دي وشو زاد كمان الاساسية والمهمة بالنسبة لها يعني بالنسبة لنا كده يوم تيجي تحضر لي شنطة زي دي وانت حتى كله فوق بعضه من غير لترتيب ولا نظام هتحس ان الموضوع صعب جدا بالنسبة لك لكنها بالفعل قدرت تنظم وتوضى بالحاجة بقدر الامكان وتوصل للنتيجة اللي هي بتحلم بيها اشتركوا في القناة روتين كمان سريع كده وسط هنا ابنها اللي بتحضره الفطار وزوجها ممكن يكون داخل مبخ بيحضر معها حاجة سريعة وطبعا مجرما بيفطاره بقى بتبدأ كمان تشوف شغل البيت نشغل غساتنا طبعا على مجموعة كده من الغسيل ونبدأ نوضى بحال البيت بالنسبة لنا اكتر ونبدأ كمان نقوم كده بخطوات سريعة من نظام الترتيب ويا سلام كمان لو ابنها هيبدأ يشاركها في خطوات زي دي يعني المواقف اللي كلنا اكيد بنستناها كامهات ان بيتنا يكون في اجمل صورة وبالفعل كده تنظيف الارضية ومسح الارضية وتطهارها وتحقيمها ونبدأ كمان ندخل على مطبخ في روتين سريع كده لحد ما نوصل طبعا للنتيجة والشكل اللي احنا عايزينهم اشتركوا في القناة ده دلوقتي كمان كده كان روتين سريع بالنسبة لها وندخل برضو كده على شغل البيت والروتينات اللي مش بتخلص يوم جديد ونبدأ كمان ننضف فيه تنظيفة العميقة اللي فيها كل حاجة من الجزور ويلا بينا نشوف كده لحظة مكان الجابة معانا الدرسينج ده ولحظة فاك وتركيبه عشان نبدأ يعني نستغل كل حاجة فيه احسن استغلال عملنا كمان كده ضرفة يعتبر هنا معانا اللي فيها المرايب دي بتحط فيها كل اغراض المنزل اضافية ايش جواكت بتاعتك بقى طبعا اللي انت مش هتلبسيها اكيد بفترة يعتبر طبيلة ويعتبر حاجات الشتو بين نسبايلك برضو هنا حطنا فيها الماكناسة شنط السافر الجواكت برضو الخاصة بزوجها بعض الشنط طبعا بقى والحاجات اللي اكيد يعني مش بتستخدمها بصورة يومية الجنب بقى الصيف الواحده او برضو البلوفرات والجواكت الصغيرة الوحادها البناطيل الوحادها كل حاجة بتنظمها يعني حسب اكيد ما هي حبة انت اكيد قادرة بشؤون بيتك هتحطي ايه فين ايه الحاجات اللي انت عايزت تتخلصي منها ايه الحاجات المهمة والاساسية بالنسبالك حتى طبعا بتداف تنظيم بيتك بالصورة والشكل اللي انت عايزاهم وده بالفعل كده اللي احنا شوفناه دلوقتي مع بعض اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة